أقول المولى سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم لقد نوه الله تعالى بشأن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم على ألسلة رسله في الأرض فلقد ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مولده على كل لسان وسارت بأخباره الركبان وترقب ظهوره الأحبار والرهبان وكل إنس وجان وتحدث عنه الزمان قبل مجيئه بأعوام وأعوام وأخذ الله تعالى العهد والميثاق على الأنبياء في كل عصر وأوان ليؤمنن به إن أدركوه ولينصرونه وليكونن له من الأتباع والأعوام يقول المولى سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فلم يبعث نبي قط إلا وقد أخذ عليه الميثاق إن بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي أن يؤمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينصره أخذ عليه العهد كذلك أن يبلغ قومه أن يؤمنوا به وأن ينصروه إن بعث فيهم خاتم الأنبياء وهم أحياء وكما نوه سبحانه وتعالى بشأن رسوله على ألسنة رسله في الأرض فقد نوه بشأنه في الملأ الأعلى حتى لهجت ألسنة الملائكة المقربين بذكره والصلاة عليه كما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فرسول الله صلى الله عليه وسلم في ازدياد دائم من فضل الله تعالى حيا وميتا